المزارع أنا بحكي لك أنا بحكي أنا بحكي أنا بحكي الآن في عنا أزمة أزمة كورونا المنشآت السياحية تقريبا كلها مغلقة صحيح صار فيه توجه للمزارع إذا المزارع في الأردن سواء الموجودة في المناطق الجبلية أو الموجودة في مناطق الأغوار بتتتحول للدعارة بين قوسين هذا إشي بحاجة لضابط مش من وزارة السياحة أنا بعتقد أن وزارة السياحة أصلا لا تمثلك من المرجعية الأخلاقية والوطنية حتى إنها تدير هذه المنشآت ولا حتى أسقال المزارع ولا حتى المنشآت حاجة أن يكون فيه قرار على مستوى مرجعية أعلى من المرجعية هذه بتدخل لحماية المزارع لحماية هكذا نشاط السياحة إحنا عنا في الأردن يا ستي إحنا عنا في الأردن دعني أكمل بس أنا ما قاطعت سمعي عنا في الأردن في 12 ألف أكرانية موجودات في الأردن هذولا في فترة كورونا كانا أشبه بقنبل مجتمع مجتمع مغتربين أجنبيات موجودات في الأردن هذا المجتمع سواء أكرانيات روسيات وعربيات بشتغلا في قطاع السياحة موجودات في الأردن أنا بتحدى إذا الدولة في أجهزتها في مؤسساتها المعنية تمتلك داتا أو معلومات عن 12 إلى 18 ألف أجنبي موجودة في الأردن بتحدث عن عاملات في قطاع السياحة لا لا هذولا البروحة على حفلات هذولا عارفين يعني نحن صحفيين ومنبشين كل الأخبار والأسرار يعني كل شيء بنكتب وإشي ما بنكتب هذولا البروحة على حفلات المزارع والآن النشاط هذا يوجه لاستقطاب هذه الشريحة وهذه الفئة من العاملات السياحة في الأردن اللي تعطلت خلال أشهر كورونا والآن بدأ يتجهن إلى المزارع وإلى هذا النشاط السياحي الآن هذه المسألة هي برتبطة أولا في خطر اجتماعي ثانيا في خطر أمني ثالثا أنت في خطر متعلق بسمي المعيار الأخلاقي في المجتمع يعني قبل في منشآت سياحية فيه إلها هوية قانونية فيه إلها هوية مؤسسية فيه مرجعية رقابية واضحة ولكن إذن فلت هذا الغارب على المزارع وعه الجبال وعه الأغوار وعه المناطق ومزارع مش معلومة ومزارع حتى إذا الترخيص اللي بتحكي عنه بموجب التعليمات هذه التعليمات أصبحت بائدة لأن هذه التعليمات أصلا قبل كورونا تعليمات قديمة بلا أعتقد أنها الآن هي يعني إلها جدوى على الاستمرار على إنها تكون هي المرجعية القانونية لماذا نخلط الحابل بالنابل؟ آآ ما هذا اللي بحكي له أنا شايك مختلفة نحن نضرنا في موضوعنا آآ إحنا موضوعنا إنت شايف ليش موضوعنا لكي تكوني أنا بحكي وتصبح منجا وين المفردة الخطر في الموضوع؟ المفردة مش إنه عيلة تسحب حالة يوم جمعة أو يوم أو يوم في نهاية أسبوع عطلة تروح إنها تشوي أو إنها تعمل سهرة أو حفلة عائلية أو مجموعة نسوان أو مجموعة صبايا الخطر من هنا يبدأ